إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أوجان مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان فئتان عاقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذانك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتبان وأجل الصحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذانك الرجلان فهما اللذان تظاهران نبينا في نصره وهما له صهران بنتا هما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حب ذا الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللذان هما هما لفضائل الأعمال مستدقان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر منطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي يكنان أعني هذا ذكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان هو أبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزاب حصان هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان هي عرسه هي أنسه هي ألفه هي حبه صدقا بلا أدهان أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان لما قضى صدق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفاروق فاروق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومح الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى الأمر شورا بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليلة في رفعة وطرا فيكمل ختمة القرآن ولي الخلاف فتصير أحمد بعده أعني علي العالم الربان زوج البتون أخ الرسول ورقنه ليس الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كإلى يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني أكرم بفاطمة البتون وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان غصنان أصلهما بروضة أحمد لله ذر الأصل والغصنان أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيد ذد الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان قل خير طول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتلهم منهم وقاتلهم لهم وكلهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه قد با من مولاه بالحسران لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران لتقبلن من التوارخ كلما جمع الروات وخط كل بنان اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليت والزهري أو سفيان واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكان فيها جل مكان واحفظ لأهل البيت واجب حقهم وعرف علي أن أي ما عرفان لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلى همثان والعنز نادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى النادقان جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان لا تركنن إلى الروافض إنهم شكموا الصحابة دون ما برهان لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الإنسان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي ذا أحيان احذر عقاب الله وارج ثوابه حتى تكون كمن له قلبان إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان ويزيد في التقوى وينقص بالرداوك لهما في القلب يعتلجان وإذا خله تبريبة فيه ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ترجمة نانسي قنقر